القرصنة التركية في المتوسط على حساب اليونان توقفت مؤقتاً الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد أن كدى يسقط في فخ المواجهة المسلحة مع اليونان الأسبوع الماضي آثر السلامة في نهاية المطاف بقبول وقف أنشطة التنقيب في شرق البحر المتوسط لبعض الوقت انتظاراً لمحادثات مع أثناء الحرب بين عضوي الحلف الأطلسي كانت على وشك أن تقع أمام جزيرة كاستيلوريز بسبب النزاع حول حقوق التنقيب قبل أن يأتي الإنقاذ من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عندما أجرت اتصالاً عاجلاً بأردوغان لتطلب منه وقف التصعيد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دانياس أعلن عقب اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسيل أنه تم التوصل إلى توافق واسع النطاق للمضي قدماً بقائمة من الإجراءات الإضافية إذا واصلت تركيا موقفها المنحرف ولكن هذه ليست نهاية المطاف فالأطماع التركية لا تتوقف عند القرصنة على حقوق اليونان ولكنها تمتد إلى قبرص أيضاً وما يزال الاتحاد الأوروبي يبحث سبلاً لمواجهة وضع يمكن أن ينقلب هناك أيضاً إلى مواجهة مسلحة والمعضلة التي لا يريد أردوغان أن يفهمها هي أن هناك قانوناً دولياً صدر في العام 1982 ينظم الحقوق والمصالح في المناطق الاقتصادية للبحار ويلزم الدول التفاوض لتقاسم المصالح إذا تداخلت المناطق الاقتصادية بينهما النزاع على جزر البحر الأبيض المتوسط بين اليونان وتركيا يمتد على عدة قرون وهو اقتضى عدة حروب دامية قبل أن تستقر السيادة على معظم تلك الجزر لليونان ويكشف النزاع القديم سبب التوترات التي تثيرها أعمال القرصنة التركية ولكن المفيدة في المحادثات اليونانية التركية المرتقبة هو أنها إذا ما نجحت فإنها سوف ترسي أساساً يخدم مصالح الدول الأخرى التي يحاول أردوغان التعدي عليها وإذا ما فشلت فإنها سوف تدعم المطالب لتأديبه بالمزيد من الضغوطات والعقوبات ترجمة نانسي قنقر